اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم اكرمنا مولانا بما تحب وترضى استعملنا لدينك ومرضاتك مولانا وأنت على كل شيء قدير وبعدو الأحبة الكرام السلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته لا يشكر الله من لا يشكر الناس فأنتم أهل الفضل في هذه الدعوة وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب ويعني هذا من دواعي التشريف لأخيكم أن أكون بين هذه الذوات الكريمة والقامات الطيبة من أحبابنا وأهلنا في هيئة هذه الهيئة المباركة الكريمة التي لها من الاسم الطيب إن شاء الله من علماء العراق وليس الأمر بغريب على أهلنا وأحبابنا في العراق فأنتم أهل حضارة وأهل خير وأهل علم ونحن نستقي منكم فأحنا جايين معكم يا أحبة يعني إن شاء الله والعلم رحم بين أهله فلكم الفضل بعد الله عز وجل في الدعوة والاستماع أسأل الله أن يعينني وإياكم وأن يعين الجميع على الخير دوما هذا من الجانب الاجتماعي والزيارة واللقاء فكيف إذا كان اللقاء في قضية عظيمة ترتبط بديننا وتاريخنا ترتبط بعقيدتنا ترتبط بكتاب ربنا ترتبط بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كيف إذا كان اللقاء على قضية ترتبط بتاريخنا وواقعنا ومستقبلنا قضية بيت المقدس قضية الأقصى قضية القدس على مدار التاريخ وليس الأمر غريبا وبالتالي هذه الصلة التي يجب أن تربط كل إنسان مسلم القضية يعني ولعلها فعلا دايما بحب أنطلق منها بالمفتاح أن قضية القدس وقضية فلسطين قضية قائدية قبل أن تكون قضية إقليمية وعنصرية وتراب وجغرافيا القضية قضية الدين لن أقول منذ زمن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا 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 لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما هو إلا الشجر الكريمة والبناء العظيم الذي اكتمل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بناء النبوات كما أخبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء وأنه بقي لبنى ناقصة فببعثاته صلى الله عليه وسلم اكتمل البناء فعندما أتكلم عن البيت المقدس فإنما يشدني الحنين إلى تاريخ عظيم منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض هذا البيت المقدس الحديث عن القدس ليس وليد اليوم والأمس و1948 وليس وليد دحث الطفان الأقصى وأسأل الله جلت قدرته أن يحقن دماء المسلمين عن أرض فلسطين وأرض الشام وأرض العراق وأرض اليمن وبلاد يعني أينما وضعت يدك على خريطة العالم الإسلامي تجد جرحا ودما نازفا والمشتكى إلى الله لا مشتكى إلا إلى الله وهذه طبيعة الإنسان المسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروع عنه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وبعدين قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ورحمتك هي أوسع لي أعوذ إلى قضيتنا الكبيرة والكبرى والعظيمة قضية بيت المقدس الحقيقة محطاتها كبيرة والعقائدية فيها كثيرة والتاريخية التي تشدنا أنا أتكلم مع حتى لو ما تكلمت من الناحية الإسلامية فقط بل إنها لا تشد الإنسانية الإنسان اللي عنده ضمير الإنسان نحن الآن جزء من خطابنا للعالم في قضية بيت المقدسي وقضية بنقول الجماعة ترى يعني نشترك فيها مع الناس حتى لو لم يكونوا مسلمين لأنها قضية عادلة إنسانية يجب أن تفرض بهذا الأمر لكن هي إن شاء الله محطات وأنا يعني بين يدي علماء كبار كرام إن شاء الله نتذاكر أنا من جاي أملي ولا جاي أنا لكن حقيقة بباب التذكير والذكرى تنفع إن شاء الله المؤمنين أسأل الله أن أكون منكم المحطة الأولى للحقيقة دائما أحب أن أشير إليها وأذكر بها أن قضية بيت المقدس قضية عقائدية يجب أن تعود إلى عقائدية وإلى إسلاميتها عدونا عرف كيف يشتغل بدأت القضية إسلامية فهب أهل العراق مع أهل الأردن وقدموا الشهداء هب أهل سوريا مع أهل فلسطين وقدموا الشهداء هب أهل اليمن هب أهل الشيشان والشركس وعندنا في الأردن إخواننا يعني موجودين جزء منهم جاء من العمق المعاناة التي في بلد وجزء منهم جاء يعني جزء منه للدفاع عن بيت المقدس وإن كنا نتكلف بالتالي قضية عقائدية قضية دينية ولما قزمت شوي شوي قزمت صار قزمه يا شوي يا قضية عربية إيش دخل ابن اندونيسيا بالموضوع إيش دخل ابن الله خلوها قضية عربية بعدين قالوا ليش تضل قضية عربية ابن العراق شو دخلك في الموضوع عندك همومك بتكفيك من سوريا شو دخلك عندك همومك اللي بتكفيك خليها قضية فلسطينية وبعدين ردوا قزموها وقزموها وبعدين قزموها إلى أن تكون الضفة وغزة وبعدين قزة وأريحة فيشاء مولانا أن يأتي طفان الأقصى ليعيد إلى القضية لن أقول إلا عالمية هذه القضية بدنا نخاطب العالم بدنا نتحمل كلنا المسؤولية ونحن نتحمل مسؤولية ما يجري في بلادنا وبالتالي قضية فلسطين لن تنسينا ولن تنسينا أن لنا إخوة مثلا أصحاب معاناة في أي بلد من بلاد المسلمين لأن هذا جزء من تفكير من لم يهتم بأمر المسلمين يا أحبة فليس منهم إشكالية لكن شاء الله أن تكون قضية القدس تحديدا مجمعة مجمعة القضايا تجد الإنسان ولي فيكم من الإخوة في الغربة ويزور ويذهب لما تتكلم عن قضية فلسطين سبحان الله لعلها والله أعلم مما قاله ربنا سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا هيا البركة بركة الحديث هي تفكر البركة قضية تراب يعني ترى فيه في القدس دكتور تراب فيه في بغداد تراب فيه في عمان تراب وين ما رحنا بنلقى تراب هي القضية مش قضية تراب قضية عقائدية قضية بيت المقدس الذي شرفه الله وبالتالي إذا أنا الآن بدي أرجع إلى التاريخ وعمق التاريخ سأتكلم بقضية أخرى قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أي المساجد يبني أتأولا بشكل حديث حديث سيد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للمسجد الحرام قال ثم أي المسجد الأقصى قال كم بينهما يا رسول الله قال أربعون عاما فالعمق التاريخي بدي يشدني أنا لأني بعد شوية بدي أبحث في كتاب الله وهو أصدق الكلام أصدق الكلام في التشريع والعقيدة والسياسة والاقتصاد كل ما ذكر في القرآن هو أصدق الكلام بدي أرجع إلى القرآن يا مولانا يا الله أول بيت وضع للناس مكة لماذا؟ قال مولانا جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكت مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إذن أول بيت يوضع على أرضنا الكعبة والغاية منه هداية الناس طيب ولماذا خلقنا الله؟ وما خلقت الجن والإنسان ما قاله الله إلا ليعبدون سبحانه إلا ليعبدون فتحقيق العبودية هي غاية أول بناء أول بناء على الأرض يبنيه الإنسان غايته العبودية لله طيب ما دام أول بناء غايته العبودية طيب ثاني بناء غاية العبودية وحياتنا كلها غايتها العبودية أنا أكون عبدا لله وبالتالي المحطة الأولى التي أنطلق منها في الحديث عن بيت المقدسي وعن القدسي وعن فلسطين وعن قضايا الأمة بدنا نرجع القضية إلى عقائديتها وإسلاميتها ثم أن أنظر إلى عمق التاريخ الذي يشدني من لحظة البناء أنا ما أتكلم عن مجيء الخليل إبراهيم عليه السلام من العراق الشيك الشيك سيدي من العراق أنا ما أتكلم لسا في قبل إبراهيم الخليل عليه السلام أنبياء ورسول سبقوا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فأنا العمق التاريخي يشدني إلى آدم عليه السلام حتى مجيء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فتكون قضيتي عقائدية بحثة أتكلم فيها مع المسلم الذي في فلسطين نفس الكلمة نفس لأنها مش عنصرية نفس الكلمة هتكلم مع ابن الأردن هتكلم مع ابن الإراق هتكلم مع المسلم الصيني هتكلم مع المسلم الهندي لأحمل نفسي وإياهم المسألة أن مسألة القدس مسألة المسلمين وقضية المسلمين وإن مولانا جل وعلا الذي جعل البركة جعل البركة في بيت المقدس لم يقصرها على بيت المقدس وإنما قال حولها وأنا مش هدخل الآن بالتفصيلات حولها يعني قديش المسافة كم بدك يعني ثلاث كيلو أربعة كيلو وتحدد الكيلو هذا هذا تحديد البشر وترك بركتها لله والله في بعض الكلام بعلمائنا ومشيخنا كلام لطيف جدا قالوا طبعا بلاد الشام مباركة بلاد المسلمين مباركة من الفرات إلى النيل مباركة وعدوا من البركات طيب لماذا لا نقول إن كل من حمل هم بيت المقدس نالته من بركة بيت المقدس روح وينما بدك روح وينما بدك على الأقل لو أنت واقف في أمريكا قول يا رب فرجك أرب أهل فلسطين وبيت المقدس أنت حملت معاك هنا فنالتك من بركتها فلما يتعاون الأمة كلها على هذا يكون فيه خير كبير جدا بيت المقدس إذا بد يشدني أيضا من الحقائق التي لا بد أن تكون في الذاكرة موطن الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام موطن الأنبياء والمرسلين فيما يروى عن حبيبنا ابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي أينما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع أقدامه في الحديث في الروايات يضع أقدامه مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يروى قال إذا الشجرة هي كيك شجرة عمل دائرة كده دوار 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 الشرق الأوسط دوار الثامن عمل دورة يدور حولها ابن عمر لما تفعل؟ قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الآن هذه الخطوات المباركة موطن الأنبياء لما أنا بتكلم وجاءها الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام هذا يزيدني صلة غير التاريخ والدين بحملني أمانة إن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء ليحقق رسالة العبودية لله هو مجاش يعني سمحوني استجمام ورحلة وشمت هوا يعني احنا بالبلد بنقولها هو مش جاي رحلة شمت هوا هو جاي لتحقيق رسالة الله تبارك وتعالى وجاء الأنبياء والمرسلون من بعده جاء الأنبياء فهي داود عليه السلام نبي الله داود عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام إذن موطن الأنبياء والمرسلين حملون أيضا أمانة ولهذا لما نتكلم يعني في القضية العقائدية الدينية ونتكلم يعني طيب ما هم مهيما داود وسليمان لمين أرسلهما في أي قوم لبني إسرائيل والله إنهم من بني إسرائيل هؤلاء براء أيها تصلة هي القضية مش الدم شنوع الدم بزائد وإزائد لا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح بشيء قال مولانا الله سبحانه لنوح عليه السلام في موضوع ولده هي القضية مش النسب إن أولى الناس بإبراهيم مين للذين اتبعوه هي القضية عقيدة ودين واتباع فلما جاء داود عليه السلام وكان من جيشه طالوت وهو الذي قتل جالوت وآتاه الله الملك والحكمة فكان ملك النبي فكان ملك النبي وكان ملكه في بيت المقدسي بشرع الله هي القضية بش قضية لأنه إحنا ترى عرب كانعانيين إلنا الحق ولأنه فلسطين ولأنه أردن العالم لا 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 هي القضية لأن الله عز وجل جعل الأرض له يورثها من يشاء وفق من هجه ولما جاء سليمان على نبينا وعليه صلى الله عليه وسلم وحكم هذه البلد أيضا حكمها بشرع الله فلما يجوا سامحوني بعض النقصين في العقول والفهم ويقولوا بدنا هيكل سليمان أي هيكل تقصدون إن أنبياء الله تعالى جاءوا إلى بيت مقدس عظيم المكان اللي بيعبده الله تعالى فيه هو لله ولهذا الحمد لله من شرعي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض وإيش؟ ما لها أينما أدركتكم فصلوا إحنا هنا دخلنا على المكتب وإحنا صلينا وإحنا ماشيين في الرحلة بنوقف على جنب الشارع وبنفتح السجاد وبنصلي بشيك بصير معنا في أي مكان لكن هناك أماكن سمحوني في اختصاص شوية حبتهم لا تشد الرحال إلا آه هذه ميزة خاص وإلا الأرض كلها لله أينما أدركتكم الصلاة فصل فهذه المنطقة المباركة بيت المقدسي حل فيها الأنبياء والمرسلون وكانت عين موسى عليه السلام ترنو للمجيء إلى بيت المقدس فإن الله تعالى أمره أن يخرج من مصر من طاغوتها من كافرها من حاكمها وأن يخرج المسلمين مع المؤمنين أن يخرج إلى وين إلى بلاد الشام وادخلوا الأرض المقدسة شو قال مولانا الله دخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لكم يعني من النكت كان في واحد يقول لي يعني أنتوا يلي شيوخ دائما متعصبين لويش بلهجتنا الأردنية كده بيقول لي أنت متعصبين ليش طيب ما هو القرآن بيقول إن طبعا هو بجيبه بيقول لي أنت آمن في القرآن وإلا لا طيب هاي القرآن بيقولوا دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم طبعا هو مع شهادة وشايف حاله يعني به الشهادة قلتوا صحيح كتبها الله لهم لكن متى ومع من أنت مش فهم الطبخة الثانية أنت فهم الأولى مش فهم الثانية فهمك مجزوه كتبها الله لهم يوم أن كانوا تحت قيادة موسى شريعته التوراة عليه الصلاة والسلام وبالتالي استحقاقهم استحقاق الديني مش استحقاق الجنس والعرق بالتالي لما هم تمردوا على أمر الله ووصلوا إلى أكناف بيت المقدس شو قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لنا ندخلها بعدما اذهبوا أنت وربك وقاتلنا هنا قائد ولكن تمردوا على الله أمر الله سبحانه وتعالى على أمر الله تتمردون فشكى موسى عليه السلام أمره وحاله إلى الله ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي يا رب لمن تشكو أوضاعنا يا رب أوضاع المسلمين لمن نشكوها اليوم إلا إليك اللهم فرج عنا ما نعنفه وإذا بمولانا جل وعلا يسري عن قلب كليمه وحبيبه موسى على نبينا وعليه صلى الله عليه وسلم فيقول له فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض لما يروح الجيل الذي يتمرد على أمر الله على الرغم أنهم يا أحب كما تعلمون موعودون بالنصر مشيك؟ ودخلوا عليهم الباب فإنكم غالبون يعني كيف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى غزوة بدر كان موعودا بالعير أو بالنفير إليك إليك ما تخافش العير أبو سفيان رضي الله لنا هرب فيها ومشت شو ظل؟ النفير أنت موعود بالنصر فبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أشير عليها الناس فيشير أبو بكر ويشير عمر كمان 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 ثم يشير الساعة يا رسول الله خض بنا وتوكل على الله لن نكون كبني إسرائيل والله من كون بشرف ناش منتشرفش بها لن نكون مثلهم بل كما قالوا ادخل اذهب أنت وربك بل نقول يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتله إنا معكم مقاتلون وثبت الصحابة وإلا سويعات النصر تحقق الذي حرم منه بني إسرائيل لأنهم تمردوا على الله نعم إن الله كتب البيت المقدس لبني إسرائيل يوم أن كانوا بقيادة موسى عليه السلام وبشرع ربنا التوراة فلما انحرفوا وتمردوا حرمهم الله تبارك وتعالى وكذلك يا جماعة ونحن نحن مولانا الله بيقول كنتم خير أمة إن أخرجت للناس بس ترهي مشروطة تأمرون تنهون تؤمنون تحققات تفضلوا لكم الخيرية الأرض لله يرثها من يشاء من عباده فإذا تحققت فيكم الشروط ورثتم أرض الله الواسعة وهذا وعد من الله بالتمكين إذن هي موطن الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم صلى الله عليه وسلم ونبي الله عيسى عليه السلام موطنه موطنه هي أرض فلسطين موطنه هي أرض فلسطين ثم يأتي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حلقات من النبيين والمرسلين وإمامهم صلى الله عليه وسلم وإذا بمولانا جل وعلا يكرمه ليصل إلى وين إلى بيت المقدس فتكتمل حلقات النبوة حلقات النبوة التاريخية بل إن مولانا جل وعلا أكرم حبيبه وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بأن يلتقي مع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وين يكون اللقاء برضو في بيت المقدس إذن قضيعة قائدية والتاريخ يشهد لنا التاريخ يشهد لنا أنا أتكلم منها قضيح بجوز هيك لو بدي أنبه إلى قضية عنصرية إلى قضية عنصرية أول من سكن بيت المقدس الكنعانيون العرب واليهود طارئون عليها طارئون على مدار التاريخ يعني ما كان لهم هذا كالعمق التاريخي في الاستقرار كالحكم في الحكم سكنوا مرحبا أهلا وسهلا كانوا ضمن الدولة الإسلامية عايشين ومبسوطين وإنما كانت ضلال الدولة الإسلامية المسيحيون براحتهم يعيشون واليهود يعيشون حتى في كما يذكروا التاريخ وعلماء التاريخ وأنتم أهل العراق يعني في عمق التاريخ يعني لما كانوا في الأندلس اليهود طلعوا مع المسلمين في محاكم التفتيش اليهود طلعوا مع المسلمين لأنه إما أن تتنصر وإما أن تقتل وإما أن تخرج فاللي طلعوا في قبائل شمال المغرب العربي قبائل يهودية وإلهم أصول في الأندلس وبالتالي وبالتالي يعني حتى في القضية العنصرية اللي هي العرق العرب نحن أولى فكيف إذا كان العرق قد توافق مع الدين أنعم وأكرم هذا أصل شريف وبعد شوائي قبل شوي كنا نتكلم القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية مش هيك دكتورنا فإذا وجد وجد مع حسن العمل شرف في النسب أنعم وأكرم والله الإنسان يفتخر ولما يفتخر بنسبه الطيب الطاهر وبحسن عمله وهو الأساس إذن إذا تكلم عن موطن الأنبياء آخرهم محمد وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو آخرهم في الزمن وهو إمامهم في الصلاة وإذا بمولانا جل وعلا يكرم الأنبياء والمرسلين جميعا بمقدم حبيبهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتقدم إماما بأبيه آدم عليه السلام يتقدم إماما بأخيه نوح عليه وعلى السلام يتقدم إماما بأبيه إبراهيم عليه يتقدم إماما على ثرى بيت المقدس والقدس ولهذا يا أحبة سنرفع أصواتنا وستبقى أصوات وهذا من واجب العلماء وواجب الدعاة أن يتكلموا عن بيت المقدس في عقديتها لا سيما أنها تأتي في الأسبوع العالمي للحديث عن القدس وذكرى الإسراء والمعراج التي يعني كما يقال في التاريخ في هذا الشهر المبارك في شهر رجب الخيري إن شاء الله هذه المناسبة الكريمة طبعا أنا في البداية قلت في القضية العقدية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتأتي رحلة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده طبعا بعبده طبعا له أوصاف كثيرة حبيبه نبيه رسوله صلى الله عليه وسلم والله كلها أوصاف بشيك سيدي أوصافه لله هو نبي الله تعالى وهو رسول الله تعالى وهو حبيب الله تعالى لكن مولانا جل وعلا في كتابه العظيم اختار هذا المقام الشريف مقام العبودية فكان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله أعبد الناس لله أكثرهم عبادة وأخلصهم في العبادة وأخشعهم في العبادة وأقربهم في العبودية ولهذا شوفوا مولانا جل وعلا لما أكرمه برحلة الإسراء آسف ثم رحلة المعراج بديش أحكي رحلة الإسراء والمعراج بدي أحكي رحلتي الإسراء والمعراج تذكرة تذكرة معك ذهابا وإيابا والإقامة كلها مجانا الرحلة الأولى أرضية ممتدة على بلد متسع أجدادنا هنا في الأردن لما كانوا زمانا بلدهم يروحوا يحجوا تأخذ معاهم رحلة الحج أربع خمس شهور هذا امتداد التاريخ المسافة المسافة لكن مولانا جل وعلا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوى له هذه المسافة لا تتطلع الكيلومترات ولا على الميل انظر إلى قدرة الرب تبارك وتعالى وإذا به يسرى به من المسجد الحرام أول مكان بنية في الأرض العمق التاريخي إلى ثاني مسجد بنية على الأرض بلحظات ما بدي أقول بليلة استغفر الله لأنه أجوا طلع إلى السمان ثم رجع وفراشه كما يقال في السير دافئ إذا نتكلم عن اللحظات إذن المسافة الأرضية طويت والمسافة الزمنية طويت بين يدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليكون اللقاء طيب مولانا قادر وهو على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن آسف يعرج به إلى السماوات العلوة خلاصنا خلاصنا إلى بيت المقدس السماوات حتى في رحلة العودة في السير أنه رجع إلى بيت المقدس ثم إلى المسجد الأقصى ثم إلى الكعبة إلى المكة طيب يعني هذا الربط ربط عقائدي بيحملني أمانة لتكون رحلة الإسراء والمعراج تقريبا في منتصف الدعوة النبوية تقريبا حيث الزمان تقريبا في منتصف الدعوة النبوية 23 سنة دعوية لتكون في منتصف الأرض تعالوا شوفوا كل الأنبياء والمرسلين يحتفون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلونه إماما بأمر الله مشان حملنا أمانة أنتم يا أمة محمد ورثة هذا البناء العظيم لا تفرطوا فيه على الرغم أنه في التاريخ في نفس الفترة تلك كان المسجد الأقصى صراع بين مين ومين الفرس والروم الفلابين غربت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم كان الصراع بين الفرس والروم لكن يشاء مولانا أم تأتي سورة الإسراء ليقول وآتينا موسى الكتابة وجعلنا هدى لبن إسرائيل لا إله إلا الله إشجاب سيرة اليهود الحديث عن الفرس والروم إشجاب سيرة اليهود آخر الزمان صراعك هون صراع المسجد الأقصى صراع قديم مش جديد وسيبقى مستمرا ولهذا هذا التاريخ بدي يقول لك انتبه انتبه إن المسجد الأقصى لك والعداوة الأشد والله أعلم والله أعلم مما نفهم فوق كل ذي علم علي إنه ستكون الحروب الكبرى والعظمى والملاحم الملاحم بينكم وبين اليهود أكثر بينكم وبين اليهود أكثر ولهذا أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهموا إشارة رسولنا عليه الصلاة والسلام والتقطوها ولهذا هو قال طبعا طلع الجيش سنة ثمانية للهجرة إلى مؤتة الأردن الكرك ثم سنة تسعة إلى تبوك شمال الجزيرة العربية أقصى جنوب الجزيرة الشام جنبها هي تبوك ثم وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم أنفذوا جيش أسان أنفذوا جيش وين الروح يا رسول الله وين قالهم إلى بلقاء عمان إلى بلقاء عمان هذا مسير أسامة بن زيد رضي الله عنه وشاء الله أن ينتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ربنا تبارك وتعالى مشتاقا محبا بل الرفيق الأعلى وهو على فراش الموت أنفذوا جيش أسامة أنفذوا جيش أسامة أنفذوا جيش أسامة طلعوا لما طلع أسامة يا الله يا الله نفسك يا رسول الله أنك توصل بالمسلمين إلى أعتاب بيت المقدس نعم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أبو بكر أول قرار شو اتخذوا مع حروب المرتدين شو كان رأيي لفاروق عمر يا أبو بكر يا حبيبي يا أبو بكر يا حبيبي بلاش جيش أسامة خليه إحنا بحاجته أبد رسول الله أنفذ لواء عقده صلى الله عليه وسلم فخرج جيش أسامة مع شدة الأمور على المسلمين في الجزيرة العربية خرج جيش أسامة وصل إلى أعتاب بيت المقدس والشام ثم رجع مع أبي بكر رضي الله عنه حروب المرتدين بس ما مرتاحش سيدنا أبو بكر يعني قلبه لسه على بيت المقدس توفي أبو بكر ليكمل المشوار الفاروق عمر بقيادة أبي عبيدة وخالد وينهي بيت المقدس وإعادته إلى حضيرة الإسلام الذي جاء به سليمان وداود عليهما السلام والذي جاء به إبراهيم عليه السلام والذي أرسل به موسى عليه السلام والذي هبط به آدم عليه السلام إلى الأرض هذا هو دين الله دين الله الإسلام وبالتالي الحقيقة موضوع الإسراء والمعراج والربط بين المسجد وترى بالمناسبة هذا بيقودني إلى الحاضري والمستقبل سنة 1967 يا عبا الاحتلال لما احتل اليهود الضفة الغربية غزة سيناء الجولان وقفت قول دمئير على خليجي إيلات على العقبة تقول إني أشتم رائحة أجدادي في خيبر هم مش ناسيين هم تفكروا تاركين أعوذ بالله هم الآن قاعدين بطالبوا بأجدادهم أجدادنا في خيبر وأجدادنا بيطالبوا فيها الآن الآن بيطالبوا فيها قالتها في 1967 أشتم رائحة أجدادي في خيبر أنا ما بتركها عقيدة المأساة يا أحبة أن عقيدتهم المنحرفة يدافعون عنها بطريقة شريسة خرافات خرافات خرافة 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 يعني الكل فيكم أنتم من الذوات العلمية الطيبة تقرؤون في التوراة يعني إيش يندله الجميل تصارع يعقوب مع الرب استغفر الله وقال له خراف تركني وبعطيك أنت وشعبك أرض الميعات أي والعالم كله يقوم على هذه الفكرة وأمريكا بتدعمها كم بدك خمسة مليار ستة عشر الخزينة مفتوحة لو لم توجد إسرائيل لأوجدناها هيك بيحكوا هم لو لم تكن موجودة لأوجدناها صراعنا في رحلة الإسرائيل والمعراج ربط الله بين المسجدين ومجيء سيدنا رسول الله عسراته السلام وحائط البراق حائط البراق اللي بسموه الآن حائط المبكة تابعوا أكيد يعني فيكم من يتابع حائط البراق جمع هم بنظرهم شو هو الجزء المتبقي من هيكل سليمان لما المسلمين هدموا المسجد الهيكل سليمان شو ظل هذا الحائط نحن نسميه براق وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي عقده ودخل يصلي وبعد ما طلع مشي هذا البراق إلنا حائط البراق هم الآن بسموه حائط المبكة في تشققات شفناها على التلفزيون تشققات جدار إلى ألاف السنوات قال هاي التشققات أي واحد فيكم بدي يودي رسالي لأ الله تعالى الله عما يقول الكافرون يودينا وإحنا بنوديها لأن الله تعالى وال سامحوني بالتعبير والهبل بعض الهبل يعني في أوروبا وفي غيرها بودوا عن جد أوراق ورسائل وبيجي الله عزكم عامل النظافة آخر اليوم بنظفه ويظلمش الآن الآن يا جماع ولهذا من بروتوكالاتهم هم من طريقة التعامل أي زائر يزورهم شو لازم يعمل يزور المكان يربط العالم بهم مشاهير مشاهير رياضيين وسياسيين يزوروا دولة الكيان يقولهم تعالوا يزوروا هذا حائطنا ويتفرجوا مش عارفه وبعدين يمشوا وبعدين يعملوا براسم كده ويمشوا هذه خرافات لكن المأساة احنا في المثل شو بيقولوا عندنا بعرف شا عندكم في العراق وشا تقولوا قال تشذب التذبة مش صدقها أجبر العالم يصدق هو تذوب هو عارف سمحوني هو تذوب عارف عنه تذوب لكن يجبر والعالم يصدق والعالم يمشي معه نحن في ذكرى الإسرائي والمعراج ربط الله تعالى المسجدين الكريمين المباركين بين بيت المغز لكن مولانا الله سماه الحرام وسمى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والله يا أحب دائما أحب أن أذكر إخواني أينما رحلت وأينما ارتحلت لكل مسلم يسمع مش لابن فلسطين لأنه ابن فلسطين إذا بده يقاتل بس لأنه فلسطين ستصير عنصرية ومن قاتل تحت أي راية غير راية لا إله إلا الله لتكون كلمة الله العليا بشيك علماء الحديث بيعلمونه قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله قالهم ولا واحد ولا واحد باستهلش باستهلش طيب من يا رسول الله قال من قاتل تكون كلمة الله العليا وبالتالي هذه جزء منها من الإسراء والمعراج أختم بقضية للمستقبل شاء الله أن يأتي طوفان الأقصى اليوم في هذه الفترة تحديدا والعالم كل يهرول نحو علو بني إسرائيل والعالم العربي من الحبل الممدود لهم كما قال الله بحبل من الله وحبل من الناس العالم العربي والغربي حبل ممدود مش حبل سري ولا سري بل علني خذ من المليارات ما شئت خذ من المليارات ما شئت بس كرمان عيونك لأنك صهيوني شاء الله أن يأتي طوفان الأقصى في الوقت الذي كان العالم يهرول ويتسابق ويتنافس من يقيم سلاما مع كيانهم والغاصب أقصد من دولنا الإسلامية تسابقوا بطريقة مش طبيعية صاروا يتفاخروا أنا معاي في السفارة وانت معكيش وموضوع التهجير وموضوع ليأتي طوفان الأقصى ليقول العالم وقف شوية بس في ناس ترى في ناس وعد بالفور المشؤوم وعد من لا يملك لمن لا يستحق قال قيموا دولتكم بس ديروا بالكم على الأقلية الموجودة لنقول إننا موعودون وعلى وعد من الله سبحانه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة لن تقوم الساعة حتى تكون مقتل عظيمة ميدانها بلاد الشام ميدانها بيت المقدس فيجتمع مين يا أحبة كمان مرة فيقول الشجر والحجر يا مسلم مش يا فلسطيني مش يا أردني مش يا عراقي يا مسلم يا عبد الله والإسراء والمعراج بعبده وأول غاية وضع البناء له وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقن هذا بيحملنا مسؤولي إحنا المسلمين واجبنا أن نكون على وعي لأن حقيقة الخطر على المسجد الأقصى والقدس هو خطر على عمان وهو خطر على بغداد وهو خطر على دمشق وهو خطر على مقديشو وهو خطر على بلاد بل إن ربنا سبحانه قال في كتابه ويسعون في الأرض فسادا فسادا في الأرض فأينما حلوا هم الفساد وأينما ارتحلوا هم الفساد ولا يقارع الفساد بإذن الله إلا أهل الإصلاح الإسلام فقط وأهل الإسلام تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم وتحت راية هذا الدين تكون المقتلة العظيمة والتي نسأل الله نسأل الله أن يمد في أعمارنا حتى يجعل لنا سهما في نصرتهم وفي تحقيق العزة لتعود راية الإسلام مش بس على فلسطين ومعها الأردن ونشوف راية الإسلام في العراق ونشوف راية الإسلام في سوريا ونحترم الإنسانية باحترام ديننا وعقيدتنا نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك اليوم وأن يكرمنا مولانا سبحانه بالنصر والتمكين والفرج لأهلنا وأحبابنا على أرض غزة وفلسطين وكل بلاد المسلمين اللهم أمين ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ودعاتنا وأحبابنا وسائر المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر ووافر الإمتناء لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عامر توفيق الإقضاء أستاذ التفسير وعلوب القرآن الكريم على ما تفضل به من معلومات قيمة في محاضرته التي كانت مفعمة بالأجواء الإيمانية نسأل الله تعالى لنا وله ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال والمقاصد وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة